رجعنا لحضراتكم بمعانا صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل جسر من نور بينا على الدوام إن شاء الله ويفضل خيرها وبركتها بيعم علينا ونفضل نتلقى أسئلتكم وكمان اقتراحتكم على صفحتنا اللي بتزيدنا نور وبركة وتعالوا من بعض النور اللي وصلنا بعض أسئلتكم اللي نجاوب عليها دلوقتي سؤال بيقول ما رأيكم رضي الله عنكم عن رجل انطلق زوجته بقوة السلاح مع العلم أنها دخلت عليه وأخذت البندقية ثم صوبتها تجاهه وقالت اختال طلاقي أو حياتك وطلقها خوف إن هي تقتله هل هو طلاق أو كيف أنا مش أجاوب على المسألة دي لكن أجاوب بعمة على إن في حاجة اسمها إن الطلاق لا يقع مع الإكراه وشكل من أشكال الإكراه إن هو يخاف على حياته أو يخاف على حيات حد من أهله فإذا كان هو فعلا هي هددته بإن هي تقتله أو تقتل نفسها فطلقها وهو لا يقصد الطلاق لكن كان مستجيبا للإكراه ليه بقول لي لا يقصد ما ممكن يكون قاله والله العظيم في واحدة عايزة موتني دي يا ستي مش عقلة أطلقها لكن هو لا ده كان هو بيطلق مستجيب لهذا الإكراه لا لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق ليه لإن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيانة وما استكرهه علي خلاص فالطلاق مع الإكراه ده ما بيكونش طلاقا واقعا لكن أنا مش بجاوب على السؤال ده بخصوصه لأننا لازم أحقق في السؤال ده فيبقى إحنا جاوبنا على مسألة الطلاق مع الإكراه وده إكراه آه ده إكراه وإكراه كمان بيمنع الإرادة وهو الخوف على الإنسان فيبقى الخوف على حياته ويبقى ده إكراه لا يفقد الإنسان إرادته وبذلك يكون مانعا من ترتب الآثار على ذلك لكن إيه لنا بقوله دلوقتي بقول كده ليه بقول كده لأن المسألة دي إحنا محتاجين في مسألة الطلاق إن إحنا نسمع من الشخص المقدر لك شوية تفاصيل عشان نقدر نفتي في مسألة الطلاق بعينها لكن إحنا أجبنا على مسألة الطلاق مع الإكراه ولابد إذا كان صدقنا وأخونا عايز يعرف حكم الطلاق ده لابد إنه يتواصل معنا مباشرة عشان نجاوب عليه السؤال التاني بيقول في حد قال لي إني ما ينفعش أقلع الطرحة قدام بنتي مسيحية عشان لو شافت شعري بتساوي واحد شاف شعري يعني كان واحد كإني واحد اللي شافني مش بنت فهل ده صح ولا غلط المختارة عندنا في الفتوى أني مسألة رؤية غير المسلمة أهل الكتاب للمسلمة كرؤية المسلمة ليه بقى لأن إحنا بنتكلم أن اختلاف الدين هنا لا يفرق في مسألة النظر ليس فيه فارق وهذا ما عليه جمهور العلماء من السادة الحنفية والسادة الملكية وراجح مثلا بالسادة الشافعية وكذلك قول عند السادة الحنابلة فلذلك إيه اللي حاصل؟ لأ وإنه ليس هناك فارق وحتى اللي استدلوا استدلوا أو النساء هنا فالنساء هنا فهل هو المقصود بيه جنس النساء؟ ولا المقصود بيه نساء المؤمنين؟ فالراجح عندنا إنه لأ ودوت عن عامل المرأة المسيحية كالمرأة المسلمة فيما يتعلق برؤية عورة المسلمة فيبقى كده ده القول الذي نفتي به السؤال بعد كده بيقول لو سمحت أخويا عنده 73 سنة ووقع من أسبوعين وعنده كسر في الفخر وهو حاليا في العناية الحارجة لأن القلب شغال بنسبة 45 فقط ربنا يزيح حنه يا رب وكمان عنده تعب في الرئتين وكمان ضغط وسكر وأختي مسافرة تعمل عمر ينفع تعمل له عمر لو ما كانش عمل عمر آه ينفع تعمل له عمر لأن دوت بالضبط معضوب ولا يستطيع أنه يعني هو ليس عنده استطاعة صحية وإحنا عندنا السادة الشفعية بيجعلوا لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله جعلوا كذلك العمر واجبة مع الحج فلذلك هو لو ما كانش عمل عمر آه يجوز أن احنا نعمله عمر وينفع آه حالته الصحية دي تجعل أن هو يستطيع أن يقوم أحدهم بالنيابة عنه في مسألة عمل العمر طب واحد يقول طب هو مش العمر لا يجوز النيابة في الأعمال البدنية عن السادة الشفعية آه بس هو في الحقيقة الحج مش عبادة بدنية فقط دعبادة فيها مال وفيها كمان عمل بدني فيجوز أنه يكون مكانه لأنه خلاص هو غير مستطيع لكن يمكن كمان أن واحد يقول بدل هو مش مستطيع صحيا يبقى خلاص ما وجابش عليه نعم لكن هو بيقول لي هل يجوز أن حد ينوب عنه ويقوم به بالعمرة عنه لحالات الصحية التي لا يستطيع معه عمل العمر آه يجوز أنه يعمل كده ويعمل عمر عنه إن شاء الله ويكون إن شاء الله وتكون إن شاء الله عمرة صحيح وإن كان هو إيه في هذه الحالة لأن الله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيله هو لا يستطيع إليه سبيله يعني هو إن كان معه مال لكن ليس لديه الصحة ليس لديه الاستطاعة الصحية ولذلك لا يكون واجبا عليه أن يقوم بالعمرة لكن إذا حد عمله عمر وهو في حالته الصحية هذه هل يكون أل تصح عنه نعم تصح عنه منذ فترة بعيدة السؤال البعض كده بيقول منذ فترة بعيدة تعرفت على فتاة وكان هناك نية لخطبتها ولكنها رسبت في أول امتحان إيه ده وأنت كنت تتجوزها ولا كنت اندخلها رسبت في أول امتحان وعندها قررت صرف نظر عن الموضوع ورسلت لها رسالة مع أحد صديقاتي إنه لا يوجد نصيب ونحن جيران وأخوات ليس إلا وربنا يا رزق نصيبك ومن بعدها بدأت بمعاداتي ذهابا وإيابا حتى وصل الأمر للبسق علي وأنا برفقة صديق لي ذهبت إلى والدها عند باب البيت وقصيت عليه ما حدث من ابنتي وأنا هنا لأرد عليك وتأخذ لي حقي وإذا بالبنت تأتي لتكمل واب للشتائم وبدون رد فعل من والدها ففقد أعصابي وثرت جراء ما يحدث وتبادلنا الشتائم من بعيد حتى وقع والدها مخشيا علي جراء هبوط حد بالدورة الدموية أدت إلى وفاته ولم ألمسه وجميع الجيران رأوا ما حدث احسست بالذنب فسألت إن كان علي ذنب فقالوا لي إن لم تلمسه فلا ذنب عليك وهذا قضاء وقدر وبتقرير الطب الشرعي لا يوجد شبه جنائية السؤال هل علي ذنب أو دية قتل خطأ؟ الأمر هنا أمر شوية حتى بيبقى فيه تساؤل فيما يتعلق بما في الأساليب المعنوية في استخدام الأساليب المعنوية على استخدام الأساليب المعنوية هل يكون شيء من القتل؟ احنا بنقول أنت ما كنتش اللي بيخليك تخرج من التبعات دي أن أنت لم تكن تتوجه بالكلام له يعني الشبه متى ستأتي ومتى سيكون هناك قتل خطأ لما يكون هناك فعل بدي اتجهت بيه إليه أو يكون هناك فعل معنوية اتجهت بيه إليه وأنت تقصد قتله بس أنت في الحقيقة كنت بتكلم بنته وأنت بتكلم بنته هو تأثر باللي أنت عملته ده أنا طبعا هنا مش هقدر أقول لك غير الكلام الذي يتاح لأن أنت بتحكيه للقصة دي لأنه واضح فدل فيه طب شرعي هم رفعوا قضية يبدو كده إلا إذا كانت طب الشرعي داد جيه وقال بيتكلم عن سبب الوفاة يعني لما دخل المستشفى كنا بنحاول نعرف سبب الوفاة أنت عليك شيء لا ما عليكش شيء على الكلام اللي أنت وصفته وخليني أعيد الكلام اللي أنت وصفته عشان أقول بدق أنت كنت بتدخلق مع بنته فهو تأثر بخناعتك مع بنته فسقط مخشيا عليه فسقط مخشيا عليه وبعدين دخل المستشفى ثم مات في المستشفى جراء ذلك الهبوط الحاد في الدورة الدموية سواء مات بمجرد ما هو كان قبل ما يروح المستشفى أو مات في المستشفى فهو قد تأثر انفعلا شديدا باللي حصل بينك وبنته أنا حابب أننا نتكلم عن حاجتين أنا قلت لك خلاص أنت ما عليكش شيء بس أنا عندي أمر أهم من ده واضح يا سيدي أن العلاقة اللي كانت بينك وبين البنت دي وانت قلت أنها رسبت في أول امتحان انت واضح أن انت علقت البنت دي قوي ولما آه ما ينفعش يا جماعة آه العلم يتكلموا في المسألة من غير ما يتكلموا في هذه الحقاء ولازم نعرف طبيعة العلاقات في دي واضح أن انت علقتها جدا بيك وعدتها بوعود ومعرفش إيه اللي حصل بينكم فللي حصل بينكم خليها تتعلق بيك بشدة وخليها لا تتصور حياتك بدونها وتصورت أن انت غدرت بيها فلما انت غدرت بيها وده تعرفوا البنات كويس أن هي بتحس أن بعد ما انت خلتني فوت فرص وبعد ما خلتني كذا وخلتني كذا طبعا ده مش تبرير للي هي عملته أن هي تبسق عليك ولا أن هي تعمل ده كله ده كله لا يجوش شرعا وكل ده حرام لكن ان انت تقول بقى تبرر بده أن انت تقابل السيئة بالسيئة فربنا يعلمك درس أن في الحقيقة أنت لازم كنت تكون بصير على نفسك وتسأل نفسك يا البنت بتعمل كده معايا ليه أنا قد إيه أزيتها وقد إيه كنت لازم أكون أتعامل مع الموضوع بشكل تاني أنت خلتها رأسها بتفق أول امتحان رأسها بتفق أول امتحان وواضح أن انت ممكن تكون رأسها بتفق أول امتحان أن انت شفتها عملت حاجة مش مناسبة أفشت سر عملت أي حاجة طب حتى إيه لو رسبت الرسب بيبلغوا بالنتيجة فالمسائل كانت لابد أن يبقى فيها منعال خواطر الناس إنت كسرت بخطرها آه كسرت بخطرها والدليل أهو واضح هي يعني كانت هيعة تتجوزك بالعافية أكيد ما كانتش هيعة عايزة تتجوزك بالعافية بس أكيد في حاجة ما أنا ما ينفعش ما يقرأش اللي من بين السطور أكيد في حاجة حصلت خليتها تحس بكل الأحاسيس الصعبة دي فأنت لو كنت عايز تكون صادق وترفع الظلم عن نفسك كنت لابد أن أنت تبلغها فسخ الخطوبة بطريقة فيها جبر الخاطر لكن ما تجمعش إلى فسخ الخطوبة اللي هو هيكسر بخطرها كمان سوء الأسلوب فهي لما تيجي تعمل ده فهي أنت ممكن تكون تقدر أن هي إن اللي صاحب الحق مقالة يعني من حقها أن هي تعبر عن غضبها وكتير من البنات بتعتبر اللي بيعمل الكلام ده بيلعب بالبنات فإحنا عايزين نخلي الناس تستخدم الأسليب الحسنة في إنهاء العلاقات عشان يحصل جبر الخواطر عشان نخلص على فكرة ماذا الخزلان والإهانة والأحاسيس السلبية اللي بتحصل أنا شويتين تلاتة استغربت إن أنت طبعا الموضوع إن الرجل يموت بسبب الشجار اللي بينك وبين بنته لأن برضو أنا عايز أفهم يعني أنت متصور إن أنت لما تيجي تقف قدام واحد وتهزأ بنته قدامه أو تتخانق مع بنته قدامه وتسبه وتقول أنا ثرت هل دوت فعل الرجال ما كانش عندنا زمان الرجال بيعملوا كده يعني الرجال ما كانوش يعملوا كده مع النساء هي عملت معاك اللي هي عملته ده وإنت شكوتي إلى أبيها هي لو تكلمت مرة تانية ما تقوليش إن أنا صرت عليها صرت عليها وبتهنة قدام والدها فولدها يحس بالعجز فلما يحس بالعجز الرجل يوصل بي الحال أنا ما أظنش إن المسألة كانت زي وأنا ما أتكلم معك كده فولدها يحس بالعجز فيحس بالقهرة فيموت وتقولي إن المسألة كانت بسيطة أنت محتاجة تستغفر ربنا يا أخي محتاجة تتوب لربنا واضح إن أنت أزيت هذه البنت واضح إن اللي حصل ده ما كانش سهل واضح إن أنت محتاجة تستغفر ربنا أه صحيح إنت لا لك حد ولا عليك دي ولا عليك أي حاجة على حد كلامك إنت لكن إنت محتاجة تستغفر ربنا على الطريقة اللي أنت أنهيت بيه علاقة وكسرت بخاطر حد ورحت مكملها وهزعت بنت قدام أبوها لدرجة إن أبوها تأهر ده كلامك اللي أنت قلتولي ده واضح إن ما كانش فيه رحمة واضح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنا ما قدرش أخفي إن تفصيل العلاقة دي وإن كان فيها أحكام فقهية لكن فيها كمان معاني تربوية يا أخي أنت اللي أنت عملته مع بنت الراجل لو على حد كلامك كده اللي أنت عملته مع البنته أهرته يا أخي ولا شك إن ممكن يكون أنت أفشيت أسرار وعملت شوية أشياء خليت الراجل اتقهر فأنت لازم تراجع نفسك أنت بتقول إن أنت ملمستوش وكأنك بتكلم على ماذا على أنك أنت ما قتلتوش يعني ما ضربتوش بأي حاجة ما عملتش أي فعل مد يجعله يموت وأنا بقولك بدل كلامك كان متجهم للبنت وهو مات متأثرا بهذا الكلام دي مسألة تتعلق بي لأن أنت كنت بتكلم بنته لكن لو كنت بتتكلمه وكنت بتضغط عليه بتضغط عليه بتضغط عليه بتضغط عليه بتضغط عليه وأنت قصد تقتله الكلام ده كلام تاني لكن أنت بتقول إن ده ما حصلتش يبقى أنت ما عليكش اسم ما عليكش اسم القتل ما عليكش دية القتل أنت ما قتلتوش قتل خطأ لأن أنت كنت بتكلم البنت بس أنا أتكلم عليك سماتك أنت سماتك الإنسانية أخلاق كيف ستلقى حضرة النبي بمثل هذه الأخلاق اللي ما فاش رحمة أنا أسف يعني محتاجة تتقل الله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله وقد تكون في لحظة من لحظات محتاجة تعتذر للناس لازم أنت تخلي بالك لأن ده أنا آسف يعني ده مش من عادة رحماء ولا من عادة أصحاب مكرم الأخلاق إدارتك للمسألة دي واضح أن فيها جزء كبير انتقام واحدة عملت حاجة يا أخي مع أسائة الأدب تروح أنت رايح وتبلغ أبوها بالليه عملته وأنا إيش عرفني إيه الأسرار اللي أنت قلتها لأبوها فتيجي البنت فتكمل المسألة وتثور عليها ومش عارف أنت عملت معها إيه يخلي الرجل يموت بعد كده تجي تقول لا أنت لا محتاج أن أنت تستخفر ربنا وترجع تاني مسألة تسكيتك لنفسك ألا أنا بساعدك على جالة كنزاتك لا أنا بساعدك على أنك أنت تزكي نفسك وترجع للأخلاق المحمدية مرة ثانية أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كذلك والله أعلم لأن أنت في الحقيقة الظرف ده ظرف جلل يعني ده موقف ما بيمنرش علينا كتير في مسائل خطبة أن في حد بسبب فسخ خطبة خطبة بنته يموت فعشان كده أنت محتاجة تراجع عن نفسك شوي أنا مش بحملك أي إسم ولا بحملك أي أثار بس أنا بحملك أن أنت تحتاج إلى أن تزكي نفسك يا رب لهمنا التوفيق والسداد وجعلنا يا رب من أهل الطاعة يا رب رحمة وبركة تنصرها في قلوبنا إحنا محتاجين لرحمتك يا رب محتاجين أننا نكون أرق من كده قلوب محتاجين أننا نتخلق بأخلاق السيد المحبوب صلى الله عليه وسلم محتاجين أننا نطهر القلوب من الانتقام والغل والحسن محتاجين كمان أن أنت تكون عوننا يا رب ونرى عونك يا كريم حتى نذهب عن العجز بعيدا إلى رضاك ونعيش في حماك ونعيش في حصنك بأنوار أليس الله بكاف عبده وبأنوار لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب ألهمنا أن نتيقن من دوام ماددك حتى نعيش في الرضاك ونعيش في حماك وندخل يا ربنا حضرة قدسك فنتزوق حلاوة نظرك الدائم إلى قلوبنا فلا نعجز بل نقبل عليك في كل نفس من أنفاسنا عندما نذوق حلاوة أنك يا ربنا كتبت على كل نفس من أنفاسنا ونفخت فيه من روح يا كريم يا حليم يا ودود تجعلنا نذوق توددك في كل وقت وحين يا رب العالمين يا رب العالمين